السلام عليكم البنات كديرين لبس عليكم تمنى تكونوا في أفضل أحوالكم كديرين مع هات الصهد يا ربي كلكم تكونوا لبس عليكم مرحبا بكم فيديو جديد مرحبا بكم وصفة جديدة وصفاتي وصفات سمية اليوم إن شاء الله سوف نصيبوا الكريب مقادر جد سهلة ونظفرها في كل بيت داري كي يطلع بسهولة نخليكم المقادر طريقة تحضير إلاج باتكم مصفا دياليوم كائما ما تنسوا التعموني في قناتي باش نحط كل جديد جوج بيضات يكونوا تخرجين من قبل من تلاجة كي سكر فاني بنكهة الفانيلا جوج مع القبار دير سكر سنيدة حبيبات مع القاعة كبيرة دير سبدة مدوبة جوج بيضات مدوبة 300 مليلتر ديال الحليب يكون عادي مخرجينه من تلاجة كاس ديال الدقيق كاس ديال العنبة نخلط الكل جيدا بخلطة كهربائي نضيف جميع العناسط خلط الكل جيدا نضيف جميع العناسط خلط الكل جيدا اضيف جميع العناسط لكي لا يقوم بها لا يقوم بها كل جميع العناسط جميع العناسط لان تلك الكاتولات وليس باقرار كتولات اخذت مقلات حتيتها سخناتها من قبل سوف نضيفها خفيفة نأخذ الخالج نأخذ على حسب المقلات نأخذ على حسب المقلات نأخذ على حسب المقلة نحن نضيف المقلة كبيرة سوف نضيف كمية كبيرة ونضيف مقلة صغيرة نضيفها نضيفها ونضيف البداية سوف نضيفها ونضيفها في الوقت نضيفها بعدها فتحسن نقوم بجوانيها تحمل من الجهاز الأخرى نقوم بجوانيها تحمل من الجهاز الأخرى ندعوها تحمل من الجهاز الأخرى نقوم بجوانيها تحمل من الجهاز الأخرى نقوم بجوانيها تحمل من الجهاز الأخرى لن تحرق عنها ونقوم بوقتها في طيب بعد أن نقوم بجوانيها ونغطيها بمندين أعطيها في وسط مندين ونغطيها حتى لا تنسفع لنا ونكمل طيب الكريبات التي باقينا لديها لا أريد أن نرش المكلفة جداً ونضع الخليطة على حسب المقنة التي لديها نضع المكلف نضع المكلفة جداً نضع المكلفة جداً ونقلبها نضع المكلفة من الجوانب نضع المكلفة نضع المكلفة من الجوانب نضع المكلفة نضع المكلفة نضع المكلفة جداً ونرجع إن شاء الله نرى شكل النهاية شكراً 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 شكراً